تعالوا نروح نشوف تقرير عن مراسم تخرج مدربي الدبلومة من اتحاد ايه الافريقية ونرجع نستقبل ضفتنا واحد من النجوم منتخبنا الولمبي الكابتل محمود جهاد لعب فريق فاركو خليكم معنا الحمد لله رب العامين ان احنا اكتزنا الرخصة ايه الفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا ثم طبعا الموجود الموزول من قبل اتهد مصر لكرة القدم سواء كان رئيس مجلس ادارة او اعضاء مجلس ادارة دكتور جمال محمد علي كابتن انسان ادى كاترة اللي جوب محضرون لنا كابتن فتح النسير كابتن شطة كابتن شاء عبدالشافي ربنا يبراك لهم لان احنا فعلا نستفدنا منهم كتير جدا ومن كل محاضر كان بيجي لنا كنا بنستفد منه بخلاف ورش العمل اللي بينا وبعضينا كنا بنستفد وديت حاجة الجميلة المميزة كانت في المجموع كلها برغم ان اساميهم كبيرة جدا وقامات كبيرة جدا لكن ما كانش في حد فيهم بيتعالى ما كانش في حد بيتعالى ان هو يخد معلومة سواء من زميله او من المحاضر او من الدكتور او من المدرب اللي بيجي بدربنا فكانت فعلا برغم ان افعلان شقة زي ما كابتن علي قال علي مهر كانت شقة جدا وكنا تعبنين جدا جدا لكن النهاردة وانت بتحصد الكلام ده كله وبتاخد الشهادة وبتوج فاعتقد كان شيء مفرح جدا وكان يوم جميل يعني مصر الاول مصر بمشيت الله ان شاء الله بإذن الله تبع الاول باسمها بلعبتها بتاريخها مع الكلام ده كله بمشيت الله ان شاء الله بإذن الله مصر تبع الاول لو ما بقيتش الاول ما ينفعش لان احنا معانا قامات كبيرة جدا معانا احسن لعيف العالم محمد صلاح اي نعم اه لا فرق ما بتعترفش على اللعيب لكن معانا الخبرة كلها لان كرة القدم ما بتعترفش بالمستحيل يعني ورد قوي فيها كل حي عشان كده مهم جدا ان بقول للاعيبة منتخب مصر نمر واحد عشان تكسب لازم تحترم الفرق اللي قدام منك تحترم الخسم بتاعك ايا كان سواء فرقة صغيرة أو فرقة جبيرة لازم تحترم واعتقد ان وجود محمد صلاح في الحتة دي عنده الرؤية ديات وعنده الفكرة دا وعنده طبعا فكرة اكتر من كده بكتير جدا يقدر يوصل للاعيبة ويقدر يوصل لها ان شاء الله بإذنها الكاس العالم طبعا الرخصة تأخرت كتير جدا 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 سبع سنين كنا كلنا بصراحة في حالة حزن كبيرة لان مش معقولة احنا الحمد لله عندنا خبرات ومش معقولة احنا كنا الواحد بيغجل لما واحد بيقول له بعتلي سيفين بيغجل ان هو لسه مخشي الرخصة ايه انا كانت موضوع دا كان معصبني جدا فالحمد لله ان هي تعاملت اخيرا وخدناها وخدناها بجهد كبير وساعات عمل كبيرة جدا في الملعب ونظري والدكتور جمال محمد علي عمل يعني مجهد خارج في الدورة دي وكابتن شاطة وكابتن انسان بصراحة يعني وجميع المدربين بصراحة تبدلنا الخبرات في الملعب وخارج الملعب فاعتقد ان انا عني خالق جلال استفدت وقفت لان كان فيه ورش عمل كتيرة وبنتكلم مع بعض كتير جدا جدا مجموعة مصر مطموعة مطمئنة البداية لازم تكون يعني انا بشايفها مجموعة من زمان ما تحطناش يعني ان شاء الله يبقى الوصول لكذا العالم باذن الله يبقى ليس سهل لكن البدايات تبقى مهمة جدا ان احنا نركب المجموعة بلغة الكرة كده من البداية بحيث ان مصر اسمها اكبر اسم في المجموعة ومش بالاسامي لكن تاريخ مصر ووصننا على طول نهائي بطولة افريقيا وبناخد بطولة افريقيا واكتر بلد ما حققها كاس افريقيا فاعتقد ان مصر باذن الله تكون قريبة جدا من تحقيق حلم الجماهير كلها المصرية وشعب مصر بالوصول لكاس العالم ان شاء الله يوم بالنسبة لنا يعني يوم اكيد الحمدلله سعيد بعد تعب ثلاث شهور رخصة تأخرت سبع سنين عانينا شوية كمدربين سواء من خروج بر مصر او ان انت تبقى قاعد على الدك يمكن اتعرضت نفس الموقف اللي اتعرض ليه كابتن علي مهر وانا نادي الموليد وكمان اسم بلدنا مصر يعني يبقى من اوائل الدول المفروضة اللي تبقى متواجدة في الرخص لكن ان انت برقم 38 ده اظن صعب جدا انضمامك للرخص والاتحاد الافريكي بعض المعوقات ودي اللي تخلينا اشكر طبعا اتحاد الكور أستاذ جمال علام وطبعا استاذي ودكتوري دكتور جمال محمد علي على المجهود اللي تبزل عشان الرخص دي ترجع مرة تانية خليني برضو لك حاجتين في مجموعة منتخب مصر دي يعني احنا محطوطين على رأس المجموعة بما اننا احنا المستوى الاول يا لكن ده جزء تاني اللي انا هتكلم فيه ان كل المنتخبات لها كل اللي احتراموا التأدير يا مش معنى ان احنا هتحطينا في مجموعةنا بشوفها متوازنة يا ولكن بيجي وقت احنا اللي ممكن نصعب الامور على نفسينا عشان نصعد لازم نكسب كل المتشاط سواء جوه اوبر احنا بفضل ربنا احنا الافضل احنا الاحسن احنا الاقوى في الوقت الحال احنا عندنا مجموعة لعيبة وجهاز فن محترم المباراة الودية المباراة الرسمية اللي اتلعبت بيقول ان منتخبنا ان شاء الله يكون موجود في كاس العالم وده اللي الواحد بيتمنى ان شاء الله في البداية بشكر التحدي لمصر جهورة قدم اه واشكر الدكتور جمال محمد علي على المجهود الكبير اللي عمله وانسان المجهود الكبير اللي عمله عشان رخص ايه واشكر طبعا زمان المدربين كانوا تلات شهور صعبين جدا والواحد تعلم بحاجات كتير ايه وستفاد بالمحاضرات والستفاد من تبادل الخبرات بشكركم جدا واتمنى التفايل لكل المنظومة الراديدة في مصر باللغة الرقام احنا احسن واحنا افضل واحنا عندنا يعني عندنا كل مقاومات اللي تساعدنا ان احنا نوصل لكاس العالم بس الكلام ده لازم يطبق في الملعب بشكلام احنا ممكن نعود نتكلم لاخر الدنيا بس في الاخر مين اللي بينفز مين اللي بيطبق في الملعب مين اللي بيصر لو عندنا نتكلم الغير ما نشاهده في الملعب ملاش تاسم مفروض الملعب بقى والمتخب دلوقتي انا شايف ان هو في حالة جاهدة مجموعة لعبها كواسين مدير فني محترم جدا فنتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله اتشرفت النهاردة بحضور تسليم الشهادات وطبعا دورة ممكن تأخرت شوية من 2015 يعني ممكن نواخد البي من 2015 اخرتنا شوية انما الحمد لله كانت خطوة متاخرة انما عملت دي شجعت بقية المدربين وانها تبدأ تخش على الدي والسي ودي مهم جدا عملية التعليم والتطوير العالم كله بيتقدم العالم كله بيذاكر العالم كله بيحاول يرتخب مستوياته احنا عندنا منافسة شرسة جدا بين المدربين المصريين والتوانسة والمغربة في الدول العربية المنافسة دي زي ما بتحصل في الملعب كمان بتحصل مع المدربين اتمنى للتوفيق لكل المدربين مصري بشكر الاتحاد المصري على دعمه للدورات بشكر دكتور جمال محمد علي على اخلاصه واكتهاده في العمل على ان هو فعلا يزق المدربين ان هم يقوموا بقى من من على الكراسي ويبدأوا يشتغلوا ويتعلموا ويتطوروا من اداءهم حظ حلو ان انا كان معايا مجموعة عظيمة جدا من مدربين مصري كابتن احمد الكاسب بقيمته كبيرة كابتن علي ماهر كابتن عماد النحاسب كابتن خالد جلال مجد عبد العاطي كل الناس الجميلة اللي كانت موجودة بشكرهم جدا وبشكركم على حضوركم ان شاء الله هو طبعا رخصة ايه دي حاجة ميلستون حصلت في مصر ودي من اهم الرخص الدولية للمدربين سواء على المستوى الانديا الممتاز او المنتخبات وبرى مصر معترف بيها طبعا ودي شهادة او رخصة يعني مجبور ان المدرب ياخدها عشان يمرن على مستوى عالي هي طبعا نقلة كويسة جدا خصوصا ان هي كانت متوقفة بقى لها سبع سنين في مدربين كتير في الدورة الممتاز محتاجين ان هم ياخدوها مدربين منتخبات طبعا كانوا بيسافروا برا لكن ان مصر طبعا دولة من الدول الرائدة يعني في قرة القدم يعني في افريقيا وفي العالم كان مفروض ان دا يحس الخطوة دي كانت تحصل من بدر شوية وطبعا دكتور جمال عام علم صاحب الفضل الكبير طبعا موسيقى